السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الدكتور نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام إن الفارق دائما شاسع جدا بين الرغبة في التغيير والتي توافرت عند أغلب أبناء هذا الجيل على اختلاف انتماءاتهم وبين تحويل هذه الرغبة إلى إدارة متكاملة للتغيير إدارة تحتاج إلى امتزاج المعرفة بالصبر والخبرة بالمرونة وقبل كل ذلك الرؤية التي تستشرف الهدف النهائي من التغيير بالطموح اللازم لتحقيقه موضحا أن لأسباب كثيرة لم نتحول بالمسار الثوري من مجرد إرادة إلى إدارة ترسم لنا خارطة طريق نعبر بها الفجوة بين الواقع المتردي والمستقبل المنشود وهو تحديدا ما يطلق عليه علماء الإدارة اسم إدارة التغيير استقبل النائب أحمد الشريف وفدا من وزارة النقل والمواصلات ضم كل من المهندس إبراهيم خليل مدير عامل كباري بوزارة النقل والمواصلات والمهندس محمود فرغل رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ووكيل أول وزارة النقل بالإسكندرية والمهندس أشرف سدهشان مساعد رئيس حي أول العامرية وذلك لمتابعة أعمال إنشاء العديد من كباري المشاة على الطريق الصحراوي والوقوف على آخر المستجدات وإزالة المعوقات اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي بواسطة صاروخي باتريوت صاروخ سكود أطلقته ميليشيات الحوثي والمخلوع باتجاه مدينة نجران صباح اليوم الجمعة صنف مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية السعودية مستوى الخطورة الإلكترونية خلال شهر يناير الحالي بعد هجوم فيروس شمعون 2 بالعالية جدا وهاجم فيروس شمعون 2 المصنف بالدرجة الرابعة 9000 جهاز حاسب آلي و1800 خادم في 11 جهة حكومية وأهلية في السعودية الاثنين الماضي بحسب تقارير المركز ذكرت حركة الشباب الصومالية المتشددة يوم الجمعة أن مسلحيها قتلوا عشرات الجنود الكينيين في هجومهم على قاعدة عسكرية نائية في الصومال الخميس وهو ما نفاه الجيش الكيني قال أهالي عمال مصريين في ليبيا أمس إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من ذويهم تفيد اختطافهم داخل الأراضي الليبية وطلب الخاطفون فيديا قدرها 50 ألف جنيه لكل عامل وأوضح الأهالي أن عدد ذويهم المختطفين يبلغ سبع عمال وأنهم جميعهم من قرية منهر التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف أكد عماريا عبد العظيم رئيس شعبة أصحاب الشركات العاملة في مجال السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية أن انخفاض العملة سبب رئيس في زيادة أسعار العملة العام الحالي لافتا إلى أن الريال السعودي كان العام الماضي يسجل 2.5 جنيه بينما العام الحالي الريال يسجل 5 جنيهات وأكثر مضيفا أن تكلفة الرحلة 700 ريال في 5 جنيهات يوضح الفرق الكبير في سعر العمرة وأضاف عماري في تصريحات صحفية أن الزيادة في الأسعار تتراوح بين 60 و70% في العمرة خلال العام الحالي قال محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه تلقى تقريرا من المستشار العمالي بجدة أكد فيه أن السعودية ستفرض غرامة على الكفيل السعودي الذي سيحتفظ بجواز سفر العامل الوافد كشف مؤشر البحث العلمي لشهر يناير 2017 وصادر عن المرصد المصري للعلوم بأكاديمية البحث العلمية أن نسبة التعاون الدولي في نشر الأبحاث المشتركة بين المؤسسات البحثية المصرية والأجنبية من إجمالية عدد الأبحاث الدولية المنشورة في مصر عام 2016 بلغت 48.4% وذلك وفقا لقاعدة البيانات الدولية سكوبس ومن خلال منصة التحليل اسكيفال وبلغ عدد الأبحاث المصرية التي نشرت في دوريات عالمية في 2016 بلغ 17.464 بمعدل نمو 8.1% عن السنة الماضية حيث كان عدد الأبحاث 16.149 بحث منشور في 2015 بزيارة قدرها 1315 بحث دولي حسب بيان البحث العلمية قال وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية إنه اعتبارا من اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل سيسود انخفاض في درجات الحرارة مصحوبا بتكاثر للصحب الممطرة بأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري والقاهرة وسيناء وأضاف سعودي في بيان اليوم إن ذروة الانخفاض يومي السبت والأحد وتنشط رياح الشمالية مما يزيد من الإحساس ببرودة التقص وإلى اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية إن شاء الله تعالى ناصحا ارتداء الملابس الثقيلة على مدار الأربع والعشرين ساعة والابتعاد عن كافة الأنشطة البحرية صدر اليوم العدد الثامن والتسعون من مجلة النبع الصافي الإلكترونية ويمكن تحميل نسخة PDF أو EXE من صفحة المجلة على الموقع تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي نصائح لزائر معرض الكتاب كتبه أحمد يحيى الشيخ انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة